أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق وسطية الصور الحصرية لقصف قاعدة كرياتشمونة كرياتشمونة كما هو معلوم هي مدينة للهائي التكنولوجي للتكنولوجيا المتقدمة عسكرياً ولديها مصانع يستخدمها الجيش الإسرائيلي مباشرةً عبر تقنيات موجهة للصناعة المحلية وأيضاً لصناعات متقدمة أمريكية في كرياتشمونة هذه القاعدة التي تأكد قصفها بشكل كامل بعد أن أكد الجيش الإسرائيلي على قصف ميران وأنه إلى الآن لا يزال تحت تقدير الخسائر في هذه القاعدة لأن الأمر يتعلق بقاعدة إقليمية لا تخص إسرائيل والمنطقة ولا الجولان ولا الجليل وإنما الأمر يتعلق بقاعدة موجهة نحو تركيا ومن الأسكندرية المصرية إذن ضرب قاعدة إقليمية سابقة في الجولان وأيضاً بالنسبة لضرب القاعدة الإقليمية ميران وكرياتشمونة كقاعدة إقليمية مصحوبة بتصنيع متقدم هذا يجعل أولاً من المية وستة وأربعين ضربات موجهة إليها بشكل مباشر لأنها هي التي دفعها الجيش على الأقل في بياناته إلى القول بكون المعلومات التي تسلمها هي من المية وستة وأربعين ولماذا تحديداً المية وستة وأربعين وهذا سؤال من جهة الأولى لتوجيه النيران حزب الله إلى هذه الفرقة وهي أحسن فرقة للإحتياط ولكن التهديد في وقع الأمر قادم من جولاني وبذلك فإن التركيز الذي يضعه حزب الله ضمن خطته الوصول إلى جولاني وضرب جميع سيناريواته باتجاه ما سمي بالاقتحام البري فأصبح اليوم الاقتحام البري عليه عشرات الأسئلة فيما الضربات متواصلة ونحن نتحدث اليوم عن رفع الاغتيالات في مقابل رفع ضرب القواعد وهذا الذي لاحظناه في الأيام الأخيرة إذا أصبحت المعدلات في حدود المائتي صاروخ مئة وثمانين صاروخ الآن مئة صاروخ إذن نتحدث عن سقوف على الأقل مرتفعة للغاية وبالتالي فإن هناك خمسمائة صاروخ في حدود الـ 75 ساعة وهذا الذي يضعنا أمام رهان مركزي كيف يمكن استعاب هذا الموقف خصوصا وأننا نتحدث عن ضربات مواجهة خصوصا لميران أولا الجيش الإسرائيلي يعترف ليس بالضربة وحسب وإنما بالإصابة والإصابة العميقة في قاعدة ميران وهذه القاعدة للمراقبة الجوية وضرب حزب الله للإشارة فقط الإدارة التجسسية لهذه الفرقة لأنها أصبحت اليوم أكثر عملا على الأرض اللبنانية إذن هناك ضربتين موجهتين للاستخبارات العسكرية مع بداية رئيس جديد لها لأن هناك من اعتبر وهو القائد الجديد وقبل ساعات صرح القائد الجديد لأمان المخابرات العسكرية الإسرائيلية بوحدة بنك الأهداف بين طهران بيروت وغزة وهذا لا يستقيم من ناحية أولى أن الأهداف الآن تضرب بشكل مباشر انطلاقا من الإدارة التجسسية لقاعدة متقدمة على وجه التحديد في كرياتش مونة أيضا لميران في القيادة الإقليمية أو الإدارة التجسسية للمراقبة الجوية في المنطقة كلها إذن لدينا هذه الاعتبارات التي يمكن اليوم الوصول إلى خلاصات منها أولا أن قاعدة كرياتش مونة هي التي أحرقت وهذه تعد بمثابة إنجاز عسكري غير مسبوق إذن هذه مسألة أساسية أولى المسألة الثانية في الضربة جاءت لأن إسرائيل وجهت حسب إعلامها ضربة موجهة إلى قائد بارز في القوة الصاروخية لحزب الله فجاءت القوة الصاروخية لتثبت أولا ليس فقط الدفاع عن قائدها وإنما أيضا لضرب المعادلة وكسرها وهذا هو الملحوظ الآن أن هناك قسر للمعادلة في الشمال وتكثيف هائل للغاية أمام رفع مستوى الاغتيالات وأيضا بالنسبة للقصف ضرب البنيات والاغتيالات مقابل ضرب البنيات معادلة خطيرة للغاية لأن الأمر يتعلق حاليا على الأقل بسبع عشرة قاعدة إذن لدينا سبع عشرة قاعدة منذ اغتيال شكر كلها ضربت أحرقت أو نسبت أو ضربت جزئيا أو بشكل كامل أو كما في هذه الحالة اليوم في ميرون بضرب إدارة وحرق إدارة بكاملها وهذا الذي يقيم اليوم لأننا نتحدث عن صاروخ مضاد للدبابات موجه هذا هو الخبر في أول الأمر ثم بعدها مباشرة وجدنا صاروخا موجها متوسط المدى كما يحتمل فيما لم يوضح إلى الآن حزب الله ما هو الصاروخ الذي استخدمه ضد هذه القاعدة والكل رهين للتحقيقات الإسرائيلية لكن الجيش الإسرائيلي وأمام المستجدات هذه وأيضا أمام الصور التي كانت واضحة لغاية فإن الضربات كانت في ميرون موجهة على الأقل لإدارة أحرقت بصاروخين وفي موقعين وقريبا من بعضهما بمعنى أن التدمير هذه الإدارة التلسسية لميرون وقاعدة المراقبة الجوية انتهت إلى تدمير كامل وهكذا فإنما دمر في وقت سابق وأعطي لإسرائيل من طرف الولايات المتحدة الأمريكية وأصلح كل شيء وبعدها مباشرة الآن يقصف بشكل واضح ليس المبنى وحسب وإنما كامل الإدارة التلسسية للمراقبة الجوية وهذا قد يعد جزءا رئيسا من هذه الضربات التي قد تنسف أيضا كل المعالجات التي يمكن اعتمادها على الأرض الإسرائيلية بين قوسين لأن الولايات المتحدة الأمريكية الآن تحلل من البحار تحلل من بعض القواعد من وسط إسرائيل ولا تحلل على أرض شمال إسرائيل بين قوسين يعني أننا نتحدث عن صعوبة أمريكية الآن في إدارة معلومات قد تكون مهمة لأن درجة الاغتيالات التي حدثت والتي أكدناها بشكل مباشر وبشكل واضح أن تورط المخابرات الأمريكية في الاغتيالات في غزة بشكل واضح بل إن المتعاونين يسلمون الجنسية الأمريكية ويرسل إلى الولايات المتحدة الأمريكية وهذا يعني تورطا هائلا للولايات المتحدة الأمريكية في كل وأدق التفاصيل في غزة وأيضا الآن في الشمال في شمال إسرائيل وواضح جدا أن هذه العملية الآن وأمام تدقيقات شديدة الوضوح سنرى أن أولا الإدارة دمرت عن آخرها مما جعلت تحقيق إلى حدود أربع ساعات الآن لم يظهر منه شيء حسب مصادر جد مؤكدة يعني أن هذه الإصابة إصابة رهيبة مؤثرة وحاسمة المسألة الثانية هل داخل هذه المباني هناك خسائر بشرية هذا أمر مؤكد وهناك تستريب يقول بثلاثة عناصر وبجريحين على الأقل ولا يمكن في هذه الظرفية التي ذهبت بشكل كامل كتيبة استخبارات المتين واثنين وخمسين لللواء القدس أو اللواء السادس عشر في الزيتون الستلاف وثلاثمائة وعشرة كلها الكتيبة كلها جرحت دمرت بكاملها سعقت بكاملها هذا كله يعني أن إضافة نشر جديد للخسائر البشرية في الإدارة الاستخبارية في ميران سيكون له الأثر الشديد الجسيم الذي لا يمكن معه نتنياهو وغيره سوى إعلان الحرب ولكن التردد كان واضحا بخصوص الضربة المواجهة نحو السورية المسألة الأخرى والأكثر أهمية أن الحريق الذي كان في كرياتشمونة في هذه القاعدة أصبح واضحا أنه يشمل كامل التكنولوجيا قسم تكنولوجيا بالكامل وهناك أيضا مخزن للسلاح دمر عن آخره وبالتالي فإن ما جرى اليوم بعد ميران وبعد قاعدة كرياتشمونة أن قاعدتين نجح عزب الله في إحراقهما وهذا يعد بمثابة إجراء غير مسبوق في الحرب أمام تدمير قاعدتين دفعة واحدة والفارق بينهما ساعات قليلة شكرا جزيلا وإلى اللقاء